في قلب الغابات المطيرة والمستنقعات الهادئة وفي الليالي التي يلفها الضباب والصمت تبدأ واحدة من اعجب القصص في عالم البرمائية انها تقوس التزاوج عند الضفادع الضفدع هذا الكائن الصغير الذي يبدو بسيطا يخفي في سلوكه التناسلي اسرارا مذهلة فمع بداية موسم الامطار يتحول كل شيء يبدأ الذكور بالغناء نعم يطلق الضفدع الذكر نداءات مميزة بصوت عال وجذاب ليبذب اليه الاناث وسط المنافسة الشرسة مع باقي الذكور وهذه الاصوات ليست عبثا بل تظهر قوة الذكر وصحته وقدرته على الانجاب وفي بعض الانواع لا تكفي الاصوات فقط بل تبدأ الذكور في معارك عنيفة يتدافعنا فيها ويتصارعنا للفوز بفرصة التزاوج وحين تختار الانثى شريكها تسمح له باعتلاء ظهرها في وضع يعرف باسم الاحتضان الظهري او امبليكسوس وفي هذا الوضع لا يحدث تزاوج مباشر كما في الثديات بل تقوم الانثى بطرح البيود في الماء ويقوم الذكر بافراز حيواناته المنوية فوقها خارجيا لتخصيبها وقد تضع بعض الاناث مئات او حتى الاف البيود في المرة الواحدة لكن البقاء للاقوى فقط عدد قليل من هذه البيود سيكمل رحلته الى الضفدع البالغي في بعض الانواع النادرة تحمل الانثى البيض على ظهرها او حتى في جلدها بينما في نوع اخر يعرف باء الضفدع الحاضن للفم يحتفظ الذكر بالبيود داخل فمه حتى تفقسه ويظل صائما لايام طويلة حارسا لصغاره حتى يخرج بامان انه عالم مدهش من الغرائز والتكتيك والبقاء حيث تلعب البيئة والماء والصوت والصراع دول البطولة في قصة الحياة فهل كنت تتخيل ان تزاوج الضفدع بهذا التعقيد والروعة انه دليل جديد على ان الطبيعة لا تكفى ابدا عن ادهاشنا